مرة أخرى تعود وطيرة الأزمة الليبية للتصاعد عقب عام من الاستقرار النسبي في طرابلس ومدن أخرى بدأت مؤخرا ترتفع الدعوات بشكل يومي تقريبا تطالب بإسقاط طرفي الأزمة السياسيين الرئيسيين وهما مجلساء النواب والأعلى للدولة إذا أردتم أن تلحظوا إلى الشعب فقدموا استخالاتكم واخرجوا من هذا المشهد الأمم المتحدة عبر مستشارتها الخاصة في ليبيا تحاول احتواء الانقسام السياسي الذي ظهر جليا عقب اختيار مجلس النواب وزير الداخلية السابق فتح بشاغ رئيسا لحكومة جديدة بدل رئيس الحكومة الحالية عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض بشكل قاطع التسليم إلا لحكومة منتخبة وأن حكومة الوحدة الوطنية مستمرة في عملها إلى حين التسليم لسلطة منتخبة بدأت فعلا في إجراءات المشاورات اللازمة مع جميع الأطراف لدينا مشاورات يومية مع مجلس النواب ومجلس الدولة لقاءات المستشارة الأممية بالقادة السياسيين وفي مقدمتهم رئيسا مجلسي النواب والأعلى للدولة تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار في العاصمة وفي أنحاء البلاد كافة خوفا من حدوث صدام مسلح في هذه المرحلة التي توصف بالحرجة أعتقد أن الاتجاح يمشي للصدام نتمنى أن يكون صدام سياسي ويكون صدام عسكري لأن المؤشرات الحالية من رئيس الحكومة المكلف الحالي من السيد باشارة متجهة لتشكيل حكومتها وبادي عمل التواصل مع الأطراف المختلفة في الشرق الغرب والجنوب ولكن لأسف أن هناك مؤشرات دولية لم تمنح التهني بهذا القصوص ويبدو أن المخاوف الأممية ناجمة عن تفاقم الأوضاع عقب التحشيد العسكري الذي شهدته طرابلس الأيام الماضية بشأن التطورات السياسية الأخيرة من ضمن مظاهر الانقسام في مشهد الأزمة الليبية ظهور بوادر خلاف بين أعضاء المجلس الأعلى للدولة بشأن التعديل الدستوري وتسمية رئيس لحكومة جديدة خلافات عكسها ما وصفت بتجاوزات غير قانونية من مجلس النواب وعدم الثقة بالتزامه مستقبلا بإنهاء المراحل الانتقالية أحمد خليفة الجزيرة طرابلس ترجمة نانسي قنقر